السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الكرام في كل مكان يا رب تكونوا بخير 15 فكرة لتجديد المطبخ بتكاليف بسيطة عشان متحسيش بملل خالص وافكار هلساعدك في تجديد المطبخ وتجديد ديكورو هيكون مطبخ فخم وشيك وان شاء الله هتستفادي معايا من الفيديو تجديد المطبخ مش امر صعب خالص ولكن محتاج لتفاصيل بسيطة هتغير شكل مطبخك اول فكرة معايا ودي قاعدة كده من الحديد انا عملتها عند اي حداد ممكن ينفسها لك مفيش مشكلة خالص كان الطول بتاعها عشرين والعرض بتاعها عشرة سنتي واحتجتها بالمقاس ده وهتشوفوها دلوقتي انا هستخدمها في ايه بس طبعا عشان انا جايبها من مدة طويلة فاتأثرت معايا بفعلة طبعا الرطوبة والحرارة كمان وشكلها اتغير ان كنت جايبها طبعا لونها فضي فهي دي الطبقة اللي عليها دي طبقة صدى بشيلها بالصنفرة بالشكل ده بعد كده تنيت الكيس اللي انا استخدمته في الصنفرة بتاعتها وهجيب الدهان اللي هو التكس ده عندي بقاله اكتر من خمس سنين ما بيبص خالص لان اغلبية الدهانات اللي بتبقى مائية ما بتتلفش وهنا هبتدي اريشها بالشكل ده كده بالفرشة كل الجوانب بتاعتها داير ما يدور بالشكل ده كده ده شكلها بعد ما سبتها ده انشاف وده اللون الدهبي اللي انا حصلت عليه في الآخر لو انت عندك لون تاني ما فيش مشكلة ممكن يبقى زاهي عن كده شوية واللي امتابعين في القناة عارف ان ده كان رف من الرخان كانت قصر عندي مرميتوش واقسمته نصين كده نص استخدمته للقاعدة دي والنص التاني هتشوفو معايا في الفكرة التانية وبكده اكون عملت قاعدة في المطبخ للدسبنسر بتاع المية ولو انت حب ان انت تستخدميه كرفل التوابل برضو ما فيش مشكلة خالص وكبري المقاس بتاعه شوية انا هنا واخد المقاس على قادة بتاع المية بالزبط ده تسبنسر الازاز اللي انا بتكلم عليه عندك برضو نوع من البلاستيك ممكن تعملوله قاعدة زي كده ويكون مرفوعة وطبعا هتحط تحت في الدوري التاني ده كوباية وده شكل النهائي لأول فكرة معنا ان شاء الله انا ننزلكم بافكار جديدة لتجديد المطبخ على العيد باذن الله وان شاء الله باذن الله كلها تستفادوا منها افكار حلوة جدا بقواني كلها موجودة عندنا وبافكار اقتصادية كما تعودتم مني ده الجزء التاني اللي انا بتكلم عليه بتاع الكسر بتاع الرف الرخام خليت الراجل بتاع الرخام عمل التعريجات دي فيه من الاجناب علشان بشوف الدكور ده في القنوات الاجنبية على طول بيستخدموه كده على الرخامة وبيحطوا عليه مثلا ادوات النظافة زي الفرشة والدسبانسر الصفون او بيستخدموه لازايز الزيت والخل وقلت بدل ما هي قطعة مكسورة وهتترمي فحبيت ان انا استغلها بالشكل ده جبت هنا ده استارت مائي برضو بس طبعا هو بيدهن به الجبس والاشكال اللي هي بتاعت الكونكريت فانا قلت خلاصه هيبقى حلو جدا معايا للرخامة بما ان الرخامة يعني ايه تعتبر من الاحجار بكده بس اي دهان عندك اشتغلي بيه ما فيش مشكلة خالص حتى لو هي قطعة رخامة ما فيهاش التعريجات دي بالفكرة برضو هتنفع لها جبت منديل مبلل ومساحت كل الزيادات اللي كانت على السطح من فوق بالشكل ده كده طبعا بنمسحها قبل ما الدهان ينشف عشان يطلع معانا بمنتهى السهولة وده شكلها بعد بنشف معايا وممكن كمان على فكرة تعمللها اربع رجول لو انت حابة ان انت تعمليها كده بس انا قلت ان انا اعملها بطريقة اقتصادية ووفر الارجل اللي انا احطا فيها حطيت هنا الملاحة وكمان خلت تفاح وكمان حطيت اللي هي بتاعت التوابل بتاعت الفلفل الابيض بالشكل ده الفكرة اللي بعد كده معايا غطيين اتنين من اغطية علب السمن ومعايا الحصيرة الخشبية بتاعت الحاجات السخنة او بتاعت الجبنة على حسب استخدامك لها هبتدي ان انا استخدمها شلت منها جزء صغير علشان الاستدارة بتاعت الغطيان بتاعت السمنة لازم اخد مقاسها بتقريب بالزبط الجزء ده مش هرمي ولا هتضره برضو هعمل بو فكرة بعد دي على طول لو بتشوفي القناة الاول مرة اتمنى تشترك فيها وتفعالي زر الجرس عشان نصلك كل جديد دايما من قناتي اول باول وكمان ما تنسينيش ابدا في اللايك واشير لصحابكم لو افكار عجبتكم. هسبت غطى السامنة بالشكل ده كده. همشيها على الحصيرة لحد ما تثبت معي. وهي هسبت الجزء الثاني كمان. وطبعا نحاول ان انت تستخدمي شمع يكون جيد شوية علشان يمسك الحاجة معاك وعمرها كمان يطول معاك. كل ما يكون خامة الشمع كويسة كل ما يكون المنتج اللي انت هتعمليه او هتنفيزيه هيعيش معاك اطول فترة ممكنة. بعد كده معايا آآ كرات كانت هي كرات آآ يعني كنت جايباها للدلاب علشان تخلي راحت الملابس حلوة. وطبعا راحتها راحت خالص وبعدين استخدمتها كارجل بالشكل ده كده. وبكده نكون عملنا طبق فاكهة مميز وبسيط جدا تقدر ان انت تحطيه في مطبخك وتقدر ان انت تعتمدي كمان الدكور الدهبي لو انت حبه او الدكور الخشبي زي ما انا عملت كده وهنزلك بفكرتين الدكور الخشبي دي اولهم والتانية هنشتغل بالقطعة الصغيرة اللي اتهترت معنا من الحصيرة. اي فاكهة موجودة عندك ممكن تحطيها بالشكل ده كده وخصوصا ان احنا في الصيف فممكن آآ في فواكه ما تتحطش في التلاجة عادي فهو الخوص ده هيحافظ عليها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. لو افكار عجبتك ما تبخليش علي ابدا باللايك وبعد كده هنشوف الفكرة اللي احنا آآ هنعملها من آآ الجزء اللي اتهدر معنا من الحصيرة ده الجزء اللي معايا آآ من الحصيرة ده اللي انا بتكلم عليه هجيب برطمان آآ لو كان عندك اصغر من كده او ارفع من كده بردو الفكرة هتنفع عليه. طبعا حاولت ان انا الفها عليها داير ميدور ما نفعتش خالص لان طبعا القطع كان من آآ من عرض الحصيرة نفسها مش من الطول بتاعها. هبتدي اقطعها الاجزاء بالشكل ده. ها يعني ات آآ جات معايا في آآ بالضبط تلات اجزاء. هيفيد جزء صغير مش مشكلة لما اجيشتغل فكرة تانية ممكن ابقى اخد جزء من الحصيرة تاني واسبته ما فيش مشكلة خالص. هحطه على البرطمان بالطريقة دي كده. البرطمان ده تقدر تستخدمي زي ما هو كده بالغطى بتاعه وممكن تشيل الغطى وتستخدمي الفكرة تانية خالص. وهتشوفوها معايا دلوقتي. اخد وردية صغيرة من البود بتاع الورد ده او بتاع الزرع ده وكمان قطعة من اللقدر. وهلزقها في الاول وبعد كده حط عليها الوردة. كزينات بسيطة وكل لها افكار اقتصادية وسهلة وتقدر تنفيذيها بمنتهى السهولة. الحصيرة دي كلها على بعضها. انا كنت جايبها بسبعة جنيه ونص لحد ما سعرها زاد بقت بعشرة وبقت حاليا باثناشر ونص. وفي اماكن بتباحها بخمستاشر. بس حتى لو سعرها وصل لخمستاشر جنيه. انت عملت منها طبق فاكهة. وكمان برطمان بالشكل ده حطينا فيه المعالق. تاني فكرة او تاني فكرة ايه ده احنا دخلنا على خمس افكار. لو اه الفكرة اللي بعد كده اه حاول بقدر الامكان ما تفتحيش الادراك كتير وتحط الطقم بتاع التوزيع برا في حاجة تكون فخمة وشيك. وده كمان اه البسكت ده اللي بتعلق في الضالفة من ضمن الحاجات اللي ننظف لي جدا المطبخ وحافظ فعلا على مضافة الرخامة. بقى استخدمه طول اليوم كده وبحط فيه كيس واخري اليوم بحط في الكيس الزبالة الكبير اعزاكم الله. اه بصراحة يعني مش عايز اقول لك ان انا ما بحتاجش ان انا ننظف الرخامة طول اليوم. علشان البسكت ده موجود عندي بحط فيه كل بوائي الاكل او اه الشرب اللي احنا بنعمله طول اليوم. بعد كده برضو القرس الدوار ده كنت جايبة تلاتة بمية. اه برضو من ضمن الحاجات اللي افكارها زهيدة. اه افكارها قصدي قيمة وسعرها زهيد. وهنا حطيت اه للتخزين الزجاجات الازاز بالشكل ده. كمان لو عندك العلبة دي ما ترميهاش وبعد كده هاتي بيكون سعر اقتصاد شوية للاكياس. وحط فيها بالشكل ده كده. ودي فكرة عبقرية برضو للحفاظ على الاكياس عالشان ما تتبهدلش بتاعت التلاجة ان انت تحطيها في علبة من علب المناديل. اي نعم هي فكرة قديمة بس انا حبيت ان انا اه اشاركها معاكم لانها فعلا مفيدة جدا وبتحافظ على المطبخ من الكركبة. وبتطلع المناديل بمنتهى السهولة وكل ما بتنقص العلبة شوية كل ما بيكون خروج المنديل اسهل. برضو دي مشكلة بتقرقنا كلنا ان احنا اه الملهاب او الفضلات بتاعت السلك ده بتصعب علينا التنظيف جدا وفي نفس الوقت طبعا احنا عارفين ان هو بينزل منه زي ما انت شايفة كده القطع دي ممكن تيجي على اي حاجة لو حتى على رخامة ممكن تصديها فانا بقطعه بالشكل ده كده بمقاسات مختلفة بحيس ان انا لو حبيت اخد قطع صغيرة الائي ولو حبيت اخد قطع كبيرة الائي. وبعد كده هتشوف ايه هنحطهم في ايه بتاخد كمية كبيرة جدا لانه طبعا بيتضغط زي ما انت شايفة كده البوت الصغير ده ده كان بتاع طحينة انا اه غسلته واستخدمته كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده كان عندي استيقر من اللي هو الرخامي بس للاسف اه كان سيء جدا كنت عايزة الزق على الجردل من برا بس طبعا يعني ايه انا لقيته مش حلو خالص والاستيقر بتاعه واللازق بتاعه ما نفعش يلزق معي على الجردل خالص. فانت لو عندك اي نوع من انواع الاستيقر ممكن تحطيه كمان على الجردل من برا بالشكل ده. الفكرة اللي بعد كده لو عندك كمية بهرات ومحتارة انت تحطيها في الفريزر او في التلاجة فهتستخدمي القلم المركر لان طبعا مش هتستخدميها على طول فممكن تتوهي في الاصناف بتاعة البهارات وبعد كده تكتبي على كل نوع بالشكل ده لو عندك كمية من البهارات زي ما انا بجيبها كده انا احيانا كتير بجيب البهارات بالشهر واحيانا بجيبها كلها على بعضها لما بلاقي عليها تخفضات وبلاقي اسعارها مناسبة بجيب كمية زي ما انت شايفة كده وبجيب جردل زي ده من عند العطار نفسه وبحط فيه الكمية اللي انا عايزاها من البهارات بتفضل معايا بالسنة عايزة تحطيها بره ومطبخك ما فيهش رتوبة وما فيهش حرارة جامدة حطيه بره عايزة تحطيه في التلاجة برضو هتحطيه محفوظ بالشكل ده ولو حبيت تحطيه في الفريزر برضو ما فيهش مشكلة خالص على حسب ما انت بتخزينيها وعلى حسب ما انت بتحطيها والقلم المركر ده ما بتمسحش اطلاقا انا ممكن مثلا شهر اشتريت بهارات الشهر ده الشهر الجاي مثلا ممكن اشتري منظفات الشهر اللي بعده ممكن اشتري حاجة تالتة فلغاية ما البيت الحمد لله بيتمالى خير وبتبقى حاجتك كلها موجودة في البيت ما بتحتاجيش ان انت كل شوية تطلعي بره علشان تشتري حاجة او تبعاتي من الحد من ولادك يجيب لك طلب من بره فمدام الحاجة موجودة والخير موجود في البيت يبقى افضل واحسن كتير ونستغل لفرصة التخفضات مش عايب ابدا ولا حرام الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها اه ازازة من الجلون الكبير وده برضو من ضمن الحاجات اللي بتوفر معاك ان انت لما تيجي تجيب الحاجة هاتيها بكميات وفيرة لو الراتب بتاعك بيسمح بحاجة زي كده او مسلا عندك راتب شهري بتطلعي مسلا ميزانية للمنظفات وزي ما قلت لك ممكن انت لو اشتريت المنظفات الشهر ده ما تحتاجيش تشتريها الشهر الجاي فهيكون عندك مسلا بند خلصان من خزين البيت او من المشتريات هتقدر تجيب النواقس لكن مش بتجيب النواقس كلها مرة واحدة لان طبعا البهارات مسلا او المنظفات او خزين البيت عموما اه مش عايز اقولك كله ما بيخلص مرة واحدة يعني في حاجة بتخلص وفي حاجة بتفضل موجودة في حاجة بتقعد شهر اتنين تلاتة في حاجة بتقعد شهر واحد فمش كله زي بعضو هتلاقي نفسك بعد كده بتجيبي اه اه حاجة بحاجة وما بيتقزمكيش خالص في مصاريف البيت اه هنا انا طبعت ورقة من البنترست الورقة دي كانت بخمسة وسبعين قرش وكانت بنص جنيه بعد كده زادت لجنيه ونص حاليا وبدأت اعمل فكرة بسيطة برضو فيها توفر معي كمان بعد ما الورقة غيلي بالشكل ده اه ان انا باخد صورتين اتنين باطبعهم في ورقة واحدة بس يعني باخد شكلين اتنين وبخلي اه اه صاحب المكتبة يطبع لكل شكلين في ورقة فبتوفر معي بيبقى مسلا ان الصورتين الاتنين بيكلفوني مسلا جنيه ونص عملت كل الكمية اللي كانت عندي زي ما انتم عارفين انا باستخدم الكولور ده بكميات فعندي اه زي ما انتم شايفة كده العلب بكميات حطت فيها كل ادوات التنظيف اللي موجودة عندي اي الصابون الشمسي وصابونة بريحة وهنا كمان حطيت اه اه جيلت بتاع الحلاقة وكمان اه مكنة الحلاقة هو الكريمات بالشكل ده كده كمان ده حطيت فيه البوكس ده حطيت فيه المسحوق بتاع الغسالة العادية وهنا حطيت الصابون اللي هو بريحة النوع التاني حتى لو انت هتنظامي الحاجات دي في درج التسريحة سواء الخاصة بالكريمات او اه حاجة الحلاقة برضو هتبقى فكرة حلوة جدا معاك ومش هتحدريها ومش هترميها لان اخسارة بصراحة الجراكن دين هي تترمع بعد كده كان معايا غطى من بتاع علبة الحلاوة العلبة كانت تتكسرت وتفضل عند الغطى ده طبعت ورقة برضو من على برنامج البنترست وبدأت ان انا هلزقها بالورنيش المائي وبديها طبقة حماية من بره علشان لو حبيت تخسليها او تنظفيها تنظف معاك بمنتهى سهولة من غير ما الورقة تتقطع هنا كمان اه حطيت جوبير بالشكل ده كده علشان يدري لتفاصيل الغطى وهلزقها بالشكل ده كده وبكده نكون عملنا طبلوه بسيط جدا للمطبخ بحاجة كنا هنرميها هنا كمان دي كانت معلقة خشبية كانت تكسرت عندي وطبعا معلش يعني تنفع خالص اننا نستخدمها في الاكل او في الشرب فجبت هنا ورقة مطبوعة آآ صغيرة عليها اشكال كوبكيك وهلزقها بالورنيش المائي بالشكل ده على الجزء اللي هو مكسور معايا من المعلقة ههوط عليها طبقة من الورنيش المائي كمان وحط الفيونكا دي بالشكل ده كده وآآ هسبتها على اليد بتاعة آآ المعلقة ده شكل الطبلون اللي احنا عملناه ودي شكل المعلقة وهي متعلقة على الحائط بالشكل ده كده آخر فكرة معايا معايا بلانش التقطيع كانت تكسرت هبتدي الجزء اللي اتكسر ده بالغيرة البيضة هندوي او هنعمل الجزء ده بالغيرة البيضة بالشكل اللي انتو شايفينه معايا ده وبعد كده آآ هقلبه لقطع فنية او طبلو ممكن يتحط في المطبخ ونحط عليه شوية حاجات بسيطة جدا بنفس الجبير اللي انا استخدمته للطبلو هبتدي الزقها كنوع من التثبيت والتزين في نفس الوقت ده قطعة من الخشب قطعتها بالشكل ده كده وده هنتقل باللون الابيض وكمان كان عندي شوكة ومعلقة من البلاستيك وكمان آآ طعم اللي هو بتاع الاطفال الصغير ده برضو استغليته وورقة مطبوعة من البنترست فانا آآ اخدت منها القطعتين دول وطبعا هستخدم الورنيش الماء جي ال سي وهلزقها بالشكل ده كده وهحط القطعة الخشبية دي زي على هيئة ارفف كده وهسابت برضو الخشب معايا بالغرة اي حاجة قديمة عندك استغلية وحاوليها القطعة الدكور بسيطة وسهلة وكلها من اعادة التدوير ومفيش فيها اي تكلفة اطلاقا هنا كمان آآ هابتدي احط بقية الورقة اللي انا كنت طبعاها دخلت اللون البستاج مع اللون الروز بالشكل ده كده فيها ويهديها طبقة حماية باننا ريشها من فوق بالورنيش المائي بعد كده هلزق المعلقة وكمان الشوكة وهحط الاطباق البلاستيكية الصغيرة دي على الارفف بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده بقت كتعة الدكور بسيطة وشكلها شي كوراكي جدا اتمنى طبعا الافكار اللي انا قدمتها في الفيديو النهارده ياريت تقول لي في التعليقات اي فكرة من الافكار عجبتك وان شاء الله بازن الله نتقابل في فيديو جديد بدكورات جديدة وتنسيق جديد للمطبخ وكمان لبقية الغرف وان شاء الله تستفادوا جدا من الفيديوهات اللي جاية دعوتكم بالبركة في الوقت وصلاح الحال دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته